مشاهد المعارك في الارض لا تزال على اشدها في اوكرانيا هجمة الجيش الروسي طالت من جديد قوات اوكرانيا في ميكولعيف وخاركيف في جنوب وشرق البلاد بحسب ما اعلن الجانب الروسي اما الرئيس الاوكراني الذي شبه القتال في دونباس بالجحيم اكد تفوق موسكو بالعدة والعتاد مقرا بعدم تمكن قواته من التغلب على الترسانة الروسية رغم الامدادات الغربية نعم في الواقع ما زلنا لا نستطيع كسر ميزة الجيش الروسي تماما في المدفعية والقوى العاملة وهذا ملموس جدا في المعارك خاصة في دونباس بيسكي افديفكا واتجاهات اخرى انه مجرد جحيم هناك لا يمكن حتى وصفها بالكلمات وان كانت موسكو لا ترى مبررا لاستخدام اسلحة نووية في هذه الحرب الا انها لم تستبعد اخذ القرار في حال الاعتداء عليها بشكل مباشر من جانب حلف الاطلسي وهو ما اكده الدبلوماسي الروسي في ادارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية في غضون ذلك صنفت المحكمة العليا الروسية كتبة ازوف الاوكرانية التي اشتهرت بدفاعها عن ماريو بول منظمة ارهابية وهو ما قد يعرض الاصر من عناصرها لمحاكمات شديدة في روسيا وفيما لا تزال المعارك متواصلة في الجبهات الشرقية والجنوبية لاوكرانيا انها التركيا تفتيش اول جحنة من الحبوب ووصلت ساحل الشمالي لاستنبول على البحر الاسود تطبيقا لاتفاق ابرم في جويليا الفارت بين كييف وموسكو لتخفيف وطأة الازمة الغذائية العالمية